مجلس الامن الدولي وأكد رواعي همية تعزيز مشاركة البلدان العربية والافريقية المساهمة في صياغة قرارات الممتحدة في مجال حفظ السلام وموصلة تنسيق الجهود العربية والافريقية على جميع المستويات فيما يتعلق بأعمال مجلس الامن وخاصة بين الأعضاء غير الدائمين الذين تتداخل عضويتهم في المجلس بهدف تعزيز مصداقية مجلس الامن والتأكد من معالجة جميع المسائل المدرجة على جدول أعمال المجلس بطريقة متوازنة وخاصة تلك المتصلة بأفريقيا والشرق الأوسط ولسيما القضية الفلسطينية مؤكدا في سياق الكلمة أن القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقيدت في مملكة البحرين طالبت مجلس الامن بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ الامن والسلم الدوليين والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة والحيلول دون تفاقم الأزمة وتوسع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر